من التحذيرات إلى الآمال مروراً بالسخرية تراوحت ردود الفعل الدولية إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذ دعت ألمانيا الأمريكيين إلى ترسيخ الثقة بالعملية الانتخابية وبالنتائج وشددت على لسان وزير خارجيتها هيكو ماس على ضرورة التحلي بالصبر وانتظار انتهاء عمليات الفرز أما فرنسا فأكدت أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء علاقة جديدة عبر الأطلسي تشكل شراكة جديدة بعد الانتخابات أياً تكون نتيجتها وأفاد وزير الخارجية جون إيف لدريان بضرورة العمل مع الشخصية المنتخبة والحكومة الأمريكية الجديدة مهما حصل بريطانيا بدورها أكدت أن علاقتها مع الولايات المتحدة ستعزز أياً كان الفائز بعد أن رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون اتخاذ موقف بشأن إعلان الرئيس دونالد ترامب فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات بينما أكد وزير الخارجية دوميني كراب أنه ليس قلقاً بشأن العلاقات مع واشنطن وفي البرازيل كان الرئيس جايير بولسنارو صريحاً بشأن الانتخابات الأمريكية فقال لمناصريه أمام القصر الرئاسي في برازيليا إن علاقته بترامب جيدة معرباً عن أمله في أن ينتخب رئيساً لولاية ثانية أما سلوفينيا فهنأ رئيس وزرائها يانيز يانشا ترامب بانتخابه رئيساً لولاية ثانية على الرغم من عدم انتهاء عمليات الفرز مضيفاً أن وسائل الإعلام تنكر انتخابه بتأخيرات ومعلومات كثيرة حسب تعبيره بينما استغلت إيران الأحداث للسخرية من الانتخابات الأمريكية التي وصفها المرشد علي خامنائي بالاستعراض ترجمة نانسي قنقر